التقى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بحضور الأخ يحيى علي الرعي رئيس مجلس النواب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام والأخ ناصر باجيل نائب رئيس المجلس ورئيس الكتلة البرلمانية بالنيابة الأخ عزام صلاح وفي اللقاء تحدث الزعيم إلى الحاضرين بكلمة حياة في مستهلها الدور الوطني لمجلس النواب في هذه المرحلة من تاريخ شعبنا المليئة بالتحديات والمخاطر جراء ما تتعرض له بلادنا من عدوان غاشم غير مبرر ويتنافى مع كل القيام والأخلاق ومع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي دعا إلى المحبة والإخاء والتسامح ويتنافى أيضا مع القوانين الدولية ومع القانون الإنساني الدولي ومع مواثيق الأمام المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان معبرا عن سعادته بهذا اللقاء مع ممثلي الشعب في هذه المؤسسة التشريعية الهامة التي تعتبر ضمير شعبنا والكيان الدستوري المنتخب من قبل الشعب المجسد للإرادة الوطنية الحرة والذي لا يمكن إلا أن يكون في صف الوطن ومدافعا عن حرية الشعب اليمني وعزته وكرمته وأشر الزعيم إلى أن مجلس النواب لا يمكن أن يتاجر بدماء الأطفال والنساء والشيوخ وشباب الذين تسفك دماؤهم وتزهق أرواحهم من قبل عدوان نظام السعود والمتحالفين معه ومن يتعاون معهم من المرتزقة والعملاء الذين باعوا ضمائرهم واختاروا طريق العمال والارتزاق على حساب دماء اليمنيين الأبرياء والسيادة واستقلال ووحدة الوطن مؤكدا أن مجلس النواب لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون مع العدوان وأنه سيظل في صف الوطن معبرا عن تطلعات وهموم أبناء الشعب اليمني العظيم وأنه مهما كان هناك من تباين في الآراء والمواقف فيمكن مناقشتها والحوار حولها تحت قبة مجلس النواب وما يمكن الاتفاق عليه يصبح ملزما للجميع خاصة وأن هدف الجميع هو خدمة الوطن ومصالحه العليا معربا عن الأمل أن تلقى دعوته للمصالحة الوطنية التي أطلقها يوم السابع عشر من يوليو الجاري التجاوب المسؤول من الجميع وخاصة الذين ذهبوا إلى الخارج برغبة أو بدون قناعه لأن الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود وتوحيد صف الوطني لمواجهة التحديات المحدقة به وأن يستغل الفرصة ليعود إلى الجادة الحق والصواب فذلك حق أن يتبع بل ويعتبر فضيلة فالكل إخوة وزملاء ورفاق والوطن يتسع للجميع وليس هناك فيتو على أحد وأكد الزعيم علي عبدالله صالح بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل حريصا على أعضائه في البرلمان وفي غير البرلمان خاصة وأنه بدل جهدا كبيرا لإقناع الناخبين بمنح صواتهم لمرشحي المؤتمر في الانتخابات البرلمانية كون الجماهير على قناعة كاملة بصوابية النهج السياسي للمؤتمر وببرنامجه السياسي بفكره وأطرحاته المتسمة بالوسطية والاعتدال وبأنه تنظيم نابع من الشعب وإلى الشعب وأتمنى الزعيم أن يعي أولئك الذين اختاروا أن يكون نهجهم عكس توجهات المؤتمر والتي لا يمكن أن يسفيد منها إلا عداء الوطن أن يستغلوا هذه الفرصة السانحة لعودتهم إلى جادة الصواب حتى لا يضطر مجلس النواب إلى إعلان دوائرهم شاغرة وتجرى فيها انتخابات الانتخاب بدلا عنهم وهذا ما لا نتمناه لأن الأمل لازال كبيرا في أن يرجعوا أنفسهم ويحدد مواقفهم بأنهم مع الوطن وسيكونوا مرحبين بهم مع ضمان كامل حقوقهم ومسحقاتهم وخاطب الزعيم كل أعضاء مجلس النواب بالقول أنتم تمثلون الشعب وتستطيعون أن تعملوا كل شيء في إطار الدستور وما تخوله لكم صلاحياتكم الدستورية والقانونية لما يقدم مصلحة الوطن والشعب وبما يضمن وحدة الصف والموقف أنتم المشرعون أنتم الرقابة لكن لا يمكن أن يكون هناك مشرع مشارك مع دول العدوان وبعض النواب نعذرهم كونهم عالقون في الخارج ولم تتوفر لهم طرق العودة بسلام فنثمن أن تتوفر لهم فرصة العودة إلى الوطن برا أو بحرا أو جوا إذا تم فتح المطار فهم معذرون وما يجب أن يدركه القاصي والداني والذي في الداخل والذي في الخارج أن الوطن ليس للبيع والشراء فالمسألة مسألة كرامة أن أدعو لإخوة أعضاء مجلس النواب الذين وقفوا مع العدوان أن يعودوا إلى الجادة الصواب والفرصة متاحة والمجلس سيحدد في أول انعقاد الله وقتا زمنيا لعودة الجميع أو على الأقل أن يمتنعوا عن النشاط المعادي ويعلنوا موقفا واضحا أنهم ليسوا مع النشاط المعادي لليمان ولا مع العدوان في حالة عدم القدرة على العودة برا أو بحرا أو جوا فيعلنوا وقف نشاطهم حتى لا يظلوا متنقلين من قطر إلى جدة إلى الرياض إلى 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 عيب أنتم ممثلون الشعب وعلى البرلمان أن يحدد وقتا زمنيا بأنه إذا لم يجمدوا نشاطهم السياسي المعادي في الخارج أو تتاح لهم الفرصة للعودة إلى الوطن ما لم ستسحب منهم الثقة من الدوائر التي اختارهم الناخبون فيها بعدما يحدد المجلس أن المقاعد شاغرة فالأفضل أن يستجيبوا للدعوة ويجمدوا نشاطهم السياسي المعادي للوطن ويبحثوا عن طريق للعودة ونحن نرحب بهم وإذا استمروا في غيهم فإنهم بذلك لم يعودوا يمثلون الشعب اليمنى وسوف ينتخب غيرهم ورسالتي أيها الإخوة لكم ككتلة برلمانية صامدة وللجميع بأن مجلس النواب مقره العاصمة صنعاء لأن دستور الجمهورية اليمنية حدد أين عاصمة مقر الدولة وأين مقر المجلس أما أنك تنقله من مكان إلى مكان بحسب مزاجك فهذا غير وارد فصنعاء هي عاصمة للجمهورية اليمنية صحيح أننا في حالة عدوان لكن نحن نواجه العدوان نواجهه بالرجال المقاتلين الشجعان الأوفياء المخلصين نواجهه بالسياسة نواجهه بكل الوسائل نواجهه بالتحدي الاقتصادي نواجهه بالصبر بتحمل الآلم والوجع نواجهه كل تحدي بتحدي ومعنا الله سبحانه وتعالى ومعنا شعبنا الصامد والصابر ونحن نقول لأولئك النفر عودوا إلى جادة الصواب إلى بين إخوانكم ورفاقكم وزملائكم أعضاء مجلس النواب الصابرين الصامدين في صنعاء ما أجمل هذه الصورة الناصعة الرائعة المملوئة بالفخر والاعتزاز لهؤلاء الصابرين في أرض الوطن وتحديا للعدوان والقصف والحصار الغير متسولين أهيب بكل الأعضاء من كل المحافظات حضور جلسات مجلس النواب ونحن نقدر أنهم يتحملون المشاقة ويتحملون الصعاب فمثل ما تحملتم سنتين ونصف تحملوا الآن وستفرج إن شاء الله لا يوجد قضية إلا ولها معالجة وتنفرج لقد استمرنا في حرب سبع سنين مع عداء النظام الجمهوري منذ عام 1962 إلى سنة سبعين وكنا ثابتين وكنا قلا قليلا ولكن الله مع الثورة ومع الجمهورية والآن لنا سنتين ونصف سنصبر أكثر وستنفرج وسنتحاور مع كل المكونات السياسية في إطار لا ضرر ولا ضرار وسنتحاور مع من يقودون العدوان وفي المقدمة المملكة العربية السعودية نحن نرحب بالحوار معها في إطار حسن الجوار وعدم التدخل في شأن اليمنية مثلما نحن اليمنيين لا نتدخل في شأن السعودي على الإطلاق لا في السابق ولا في اللاحق تعالوا نتحاور تتهموننا بإيران إيران غير موجودة لدينا وأنتم لكم حدود مع إيران ولكم حساباتكم مع إيران اتهامكم لنا لا أساس له من صحة بأن اليمن وكر لإيران إيران دولة إسلامية تحاوروا معها سد أنتم وإيران لكم حدود بحرية لا تصفوا حساباتكم معها في اليمن تقتلون الطفل والمرأة والشيخ والكهل والعاجز وذوي الاحتياجات الخاصة وتدمرون مقدرات اليمن وترتكبون مجازر لبادة الجماعية وآخر مجزرة قبيحة مجزرة موزع التي يندى لها الجبين فضائع قصفتم معسكرات مش مشكلة قصفتم مساكننا كسياسيين مش مشكلة مع أنه محرم دوليا قصف مساكن المواطنين مهما كانت مناصبهم ومسؤولياتهم القيادية لأن فيها أطفال ونساء وشباب أبرياء لكن تقصفون الآثار والجسور والطرق والجامعات والمستشفيات والمساجد لم يحصل هذا عبر التاريخ نحن نتمنى على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية وتتخذ قرارات شجاعة لإيقاف العدوان على اليمن قرار ملزم أما أنها تأتي تفاوضني على أن نسلم الحديدة الحديدة ليست للبيع والشراء المفروض تفاوضني على ميناء عدن والمكلة والمخى ونشطون وسقطرة إلى جانب الحديدة نتفاوض عليها كلها ونتفاوض على المطارات كلها ونتفاوض على الموانئ كلها ونتفاوض على المنافذ البرية كلها إذا عندك رؤية أما أنك تأتي تفاوضنا على الحديدة أننا نسلم إدارة ميناء الحديدة لك هذا كلام أبعد من عين الشمس نحن تعودنا على الصبر والجلد والمواجهة والتحدي والله معنا ونصرنا لأننا أصحاب حق وقضيتنا عادلة وهماتنا لن تنحني إلا للخالق عز وجل لا أريد أن أطيل عليكم الحديث ولكني أعتبرها فرصة أن ألتقي بكم ليسلم عليكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح تحياتي لكم وشكرا كثيرا وسلامي للجميع فردا فردا تحياتي لكم